تدولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها تدوينات وصور قيل إنها لفريق الوداد الرياضي وإن الفريق البيضوي بطل البطولة الاحترافية خرق حالة التوارئ الصحية بالبلاد إذ بدأ في تحضيراته لعودة البطولة ويقوم بالتدريبات الجمعية خطوة أغضبت جميع مكونات الفريق الأحمر وفي طالعتهم رئيس النادي سعيد الناصري الذي نفى كل هذه الأخبار القائد الأول لفريق الوداد الرياضي أكد من خلال التصريح خاص لقناة شوف تيفي قبل قليل من يومه الجمعة أنه في منزله يلتزم كباقي المغاربة بمدة الحجر الصحي المنزلية منذ أن ضرب فيروس كورونا البلاد في مارس الماضية مشيرا إلى أنه لم ولن يزاول أي نشاط رياضي وفريقه إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بالبلاد في العاشر من الشهر الجاري هذا وكانت بعض الصفحات لجانب الإعلام المصري قد تحدثت عن خرق فريق الوداد الرياضي لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب الأمر الذي جعل الأمن يتدخل وهذا ما نفته كل مكونات الفريق الأحمر جملة وتفصيلا إضافة إلى الجمهور الودادي العريض الذي أكد أن فريقه لا يمكنه أن يقدم على هذا الفعل وهو المحترم دائما لجميع القرارات ترجمة نانسي قنقر